موسيقى أرمان حمسي صباح الخير مشاهدين وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من كلام بيروت ضعيفاتنا اليوم في الستيديو وزيرة شؤون المهاجرين معالي الوزيرة أليس شبطيني صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا فيك بكلام بيروت تسلم كلفناك اليوم من جبال على بيروت على كل حال ونحن ساعدين بوجودك معنا رح نتابع معك اليوم موضوع الحكومي من كافة جوانبه والمواقف التحليلات مدى بعد الأزمة الحكومية وقبلها موضوع الحوار الوطني رئاسة الجمهورية الكلام حول الرئاسة وتحديدا كلام الرئيس بري حتى كانون الأول موعد مفصلي انتخابات نيابية وقانون انتخاب وبالآخر شوية شؤون اجتماعية بتهم الناس معي شيء نوفيات عطر قاطة رح نبدأ نحن وياك ومنوحي الأزمة الحكومية ده صحة تعبير كاريكاتور لأرمان حمصة بصحيفة النهار رسم الرئيس سلام يقود سيارة مكتوب عليها هي الحكومة بدون دوليب على عكيزات على سكين الخلافات والدوليب الإطارات مبنشرين اللغة العامية يعني قريبا تقلو أو لا إن شاء الله لا إن شاء الله بس بالفعل هيدا وضعنا مضبوط هيدا وضعنا يعني فيه إعاقة بالحكومة أكيد نعم والعميسوء السيارة مضبوط هيدا الرئيس مجلس وزراء وهو العميعاني أكتر الشيء أكيد ولكن مصدوم لا هيدا السيارة هو مصدوم إيه بس سيارة مش مصدومة مهاره رأس نعم قبل ما نفوت بالتفاصيل الموضوع الحكومي أول شي حتى بتكساكني بشبال نعم وهل أزيلت هذه النقطة السوداء عن هذا الرخام الأبيض أمام منزلك بشبال نعم بوقت أنه السوادي عم لبنان نعم نقطة يعني هادي عمل بلدية بلاط نعم أزيلوا السواد وردوا الحال إلى ما كانت عليه إنما بفتكر بعض في شوية أثار لأنه ما في شي بيرجع مثل ما كان البلاطة مانا كتير بايدة حلا بيرجعوا مع الشتي مع الوقت بيرجعوا بزبطوها أكتر إنما بيدرة حلوة من بلدية بلاط بلدية بلاط يعني جبال واحتراما رئيس جمهورية بيحترموه لها بيحبوه لها رئيس جمهورية نعم مع الوزيرة قلت إذا شتي في شي حيجيب مع الشتي بكنون كلمة الرئيس بره اليوم موعدنا بكنون يعني تاريخ موعد مفصلي أكيد مفصلي أكيد لأنه يمكن أكتر من كنون ما نقدر نضاين نضاين وما بحرف كانوا الناس ويعيين لها الأمر بالفعل لما بتقول الناس قصدك الناس العاديين العاديين لأنهم يلي همومن عقدن تعبنين برافو عليك قلت الكلمة عم بتابعوا شؤونن اليومية مش عكتب بتابعوا عليك لأنه ما عم يقدروا يفكروا للغد والمستقبل قد ما في ديء بالمعيشة مين وصلوني هلا أنا واصلة عندك 3-4 بقلولي في ديء ومش عم نقدر لنا كل انطعمي ولادنا وشغلين بالهم شغلين بالهم وبضل بقلهم اللبناني بدوا يأكل ويشرب ويشتغل ويرطاح وينشالوا الزبالات من الطريق ما بيهموا لا تفسير المسائية ولا تفسير العنون ولا تفسير الدستور لا أكيد بس يشبع الواحد بيفكر بها الأمور بس اسكين منه شبعان ولا يمكن أنا خيفاني من صورة جياع نعم لبنانية ضعفوا وفقروا بهالفترة يعني حالة الاقتصادية الحالة المالية بتخوف بالبلد نعم حالة مبالح كان كلامه لوزير الخليل ووزير المال يلي قدم موازنة ولكن حكي عن محق مرحلة خطرة مزبوط مزبوط ولكن فيه تعطيل نعم يعني تعطل الحوار الأقطاب كانوا مجتمعين عملوا تصريحات وكان فيه شي تاني نقل تعطل لكن حكومة تعطل حكومة يلي يقال هي الخيط الشرعي الوحيد يلي باقي نعم شو بيصير بعدها شو بيصير خراب يعني اسكين توقف كل شي الله عليم كانوا بيصير انتخابات كانوا يعني كل المؤسسات توقف هيدا أنا هيدا اللي عم بسأله لا بسأل الفريق اللي عم يعطل عمل الحكومة وماذا بعد وبفتكر المعمي قاطعه يعني الفريق اللي عم يعطع حاليا هو فقط التيار الوطني الحر مع التشنك وتضامن وتضامن تضامن حزب الله فقط للتحاور واللي تقريب وجوهات النظر مش قاطعوا لحتى يعطلوا الوزارة لا مجلس وزارة مش عم يعطلوا مجلس وزارة ولا حتى الزميل الوزير روني عريجي قال أنا فقط لي مرة وحدة يعني وعيين للأمر هدولي كانوا واحد مستقلين اثنينتهم نقدموا بالكلام الوزير أشرف ريفي قال أنا مستقيل بس ما أدم ما بعرف كأنه أدم استقالي خطيه بس ما 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 بتين فيه هون حضرتك تقومين بموضوع العدل؟ لا بعد الوزير ريفي رفضت أنا تكلفت على فترة أسيرة ورفضت الطريقة يلي كلفت فيها وشو فرضوا علي لها السبب ما رضيت أبدا ما علي الوزيرة اليوم بصحيفة السفير عماد مرمل بيكتب أنه نعقدت الجلسة صحيح كلام الرئيس السلام قال أنه هي ميثقية ودستورية هذا بالقانون والدستور على قلم الورقة بالسياسي أكيد الوضع هيك ولكن الغيبين كانوا هن ستارز هن النجوم مش الحضرة لأنه غيابون كبير أكيد في مشكل سياسي بالبلد والغيبين فيه غياب مؤقت فيه غياب دائم فرق بين الغياب الدائم والمؤقت ومع هيدا وكله المؤقت وكان فيه فقط 8 يعني النصاب موجود بس فيه مشكل بالبلد أكيد أنا بريد قللك أنه كلنا بشر مني وجر ما في حدا بيقدر يدعي عدم الغلط والخطأ ما في حدا بيقدر ولا إدسين على الأرض لهذا السبب بيتحاوروا المسؤولين لحتى يشوفوا شو الحل الأنسب وكتير أوقات مثلا أنا أسأل بقول لهم أنه أنا ما بقدر جاوب قبل ما يصير حوار ونقاش الموضوع بقلب مجلس وزراء لأنه بقلب المجلس كتير أوقات أنت بتغير رأيك إذا كان تبين لك في شي جديد نعم لهذا السبب بقول لك ما في حدا معصوم عن الغلط إذا مني وجر لحتى إذا كان انت قدت حدا عم بنتقده عن محبة لأنه أنا عم قول أني أنا بغلط وخلوني يقولوا لي شو غلطي ما بيزعل بجرب صححه الكل غلطانين الكل غلطانين انطلاقا من تحمل المسؤولين الكل مسؤولين مسؤولين يمكن مش بالهدف قد ما بالوسيلة نعم الكل مسؤولين من رئيس مجلس وزراء إلى وزراء المكونات السياسية اللي طلعوا بها الكلمة فيها بالوزارة بقولوا مكونات كل المكونات عم تغلط وكل هلأ عندك مكونات عم تتشجر أنا بنظري بلبنان في حرب مش حرب على الحدود في حرب بدون سلاح ويلي الحرب مجرد ما تقول حرب معناتها فيه أزم الحرب الباردة بتقدر تقزي الحرب الاقتصادية الحرب الباردة بتقدر تقزي مثل الحرب العسكرية أبدا أنا بنظري نعيش فترة حرب في لبنان حرب بدون سلاح مش ضروري واحد يحمل السلاح وتيحارب أبدا عم يشلوا البلد عم يأذوا بعضهم عم يأذوا الشعب عن غير وعي بوعي أو بغير وعي ما بعرف نعم ليش بقلك الوسيلة يلي أنا بعتبره حطأ يمكن هدف كل الفريق بنظره عم يفتش على الأحسن لشعبه إن كان هلأ الخليف الظاهر الظاهر بوقت الحاضر مع أنه نحن اختلفين كتير بس الخليف الاقوى متل ما احدى الصحف كاتبي هي بين تيار الوطني الحر والرئيس سلام بدي يذكر بدي يذكر تيار الوطني الحر نعم إنه الرئيس سلام وعم يقوله هو فريق فريق مع المستقبل بذكرهم إنه بقصة سد جنة فريق المستقبل إيه تلحاله لتوقيف الأعمال الرئيس سلام ما أخد ولا بيلبي طلبات المستقبل على طول الرئيس سلام بالفعل عم يجرب يكون حكم بين الفرقاء ومثل ما قال أنا عم جرب أعمل توازن بالوزارة وبالبلد نعم ما دايماً بيلبي طلبات يلي متهم هو إنه بيسيرهم أكتر من غيرهم لهذا السبب بقوله مكون التيار الوطني الحر ما يعتقد إذا كان ملب بيله طلب من طلباته معناها إنه هو ضده معناها إنه مثل بياخد وقته تيدرس وبياخد قرار أوقات كمان بياخد بعين الاعتبار وجود بقية الغزرة طيار الوطني الحر ما بيقبل يعني أنا ما بدي أحكي عن الطيار ككل هل يقول له لا؟ بس إيه جبران بيسيل بالزيت الوزير جبران بيسيل مع احترامي لقله زكي كبير وبيشتغل وشغيل بس متشبس وعنده أفكار جامدة ما بيقبل أبداً يعني بيجي بده يجي من فوق على كل الناس لحتى على رئيس مجلس وزارة ما بيصير هالشي ما بيصير أبداً فيه تراتبية بالحياة وبعدين فيه الغلط نعم مش دايماً معه نحا نعم في كثير أوقات معه نحا مثلاً أنا بيقصة سجني أصريت أنه لا أنا أتمنى أنه يستمر العمل لأنه المي أهم من كل شي نعم هلأ كانت الدراسات والأشياء التقنية أنه ما كله لو فيه فيه بور وفي كونت فيه الإيجابي وفيه سلبي إنما أنا كنت من هالرأيي مش معنيها أنا صرت معن أو أنا من هالرأيي لأنه بدون تعصب تفتش على يلي أنا برتقيه أنه فيه شي هلأ وين نقطة الضعف بالوزارة مع محبتي وتقديري وأحترامي إلى رئيس مجلس وزارة الرئيس سينا ما فيه اتنين بيختلفوا على هالصفات اللي عنده إياها وصبروا الطيب إنما صبروا لإله هو بفوق الحدود وما مفروض كرئيس مجلس وزارة يترك الأمور تأخذ هذا المدى يعني أنا بفهم ليش الوزير فرعون أخذ هالمنحة هالفترة ليه لأنه طلب طلب من كذا شهر من كذا شهر هو بصفته كاتوليك أمن الدولة أي ليش ما صار فيه بد بأمن الدولة أنا مني وعلي عدة مرات ارفع إيدي بقوله شو صار بأمن الدولة من شي شهر قالنا مطروني بعد أسبوعين هذا الرئيس سلام مطروني بعد أسبوعين مرأوا الأسبوعين وأكتر من شهر قالنا إياها إذن ما فيه شك إنه فيه خطأ وغلط من قبل الرئيس سلام مش خطأ مقصود مش خطأ إيجابي تصرف سلبي نعم ما بيصير هالسلبية تبقى مطلوب منه حسم الأمور في بعض الأحيان مطلوب منه حسم الأمور بس إذن ما ساعدوا الأفريقاء السياسيين كيف يستطيع أي حسن خلي يحط للتصويت ونحن منمشي خلي يحط للتصويت ويطبقوا لقوانين هلأ هو من أول ما ما تم انتخاب رئيس قال أنا بدي توفق وعم يجرب بيفكر إنه إذا كان ما فيه أكترية ساحقة ما فيه توفق عم يزين بالميزان عم يزين منعن الانهيار إيه بس منعن لا ما عم وصلنا على الانهيار وصلنا على الانهيار ما بقى فيه أنا بنظري الوزير فرعون يخذ هالموقف لأنه مردد له على طلبه أي وقت نعم يوم بالانوار وفيه كلام كثير بالصحف الصادر إنه فيه تهديد بالاستقالة دائما نسمع بالانوار وغيرها وبالتحاليل إنه الرئيس السلام الاستقالة بجيبته وقد يخرجها في أي وقت ومبارح الرئيس السلام شوش ما دقوا حلكه بنظرته بتصرفاته بكلامه المعلومات تقول أنه وصل لمرحلة اليأس أتمنى يكون يأس ما يكون مريض ومعوق نعم اليأس واحد بيتعالج بيجيب طبيب نفسي بيجيب فيه أطبة بيقدر يعيشه رئيس وطبيب قلب المجيس مضبوط بس مش أطبة هدول كمان لازم يعمل مراجعة أنا عم قل لك أنا فريق بعزهم ومسندتهم ولنهار بقل له لأ ما بدي أجي على وزارة نعم لغاية اليوم مع أني أنا عدة مرات صرحت أنه ويريد نحنا نقلو بالطولة نحنا قادرين نقلو بالطولة مضبوط يوم بلا مش معناها نحنا ما عنا نظر ما عندكم القوة التي لدى التيار الوطن الحر ما صحيح وحزب الله نحنا منقلو غلطان كتير نحنا أنا بعتبر حالي من الأكثرية الصامتة وهلأ عم بحكي بإسمه أنا من الأكثرية الصامتة ووقتها بيقولوا أكثرية نعم أكثرية يعني مش وارد الحسابات العاملة الوزير جبران بيسيل يأمن فيها أنه هو بيمثل 94% من المسيحيين يلي رد علي الوزير الفرنجية 6% ونحنا ما نمع طوفين من شجرة ومش هذه الأحسابات المضبوطة أنا ما صحيح أنا بقولك روح إسأل رجال الدين كانوا بالفعل هني بيمثلوا 94% منه أنا نهار سبت الماضي كنت فيتي على بمعراب فيتي على الإديس لحدا أعلن عن وصولي ولا حدا بيصوا قاعدين شعب كان مثلين الساحة بس فتت صاروا يزقفوا مش معناها ولا أعلنوا أني فيتي ولا نبهون ولا شي معناها في ناس حزبيين بقايدوا الأكثرية الصامتة بعدين إديش من الشعب منتسب إلى الأحزاب إدي بكل فريق من يعني بالمسلمين إذا كان سنة أو شيعة أو مسيحيين مين من إديش من نسبة الطائفة منتسب إلى أحزاب عاملين من الأحزاب أحزاب طائفية نعم يلي هيدا غلط ما في أكتر من 25% من الشعب اللبناني منتسب إلى أحزاب إذا كان بتقول أنت قول 90% يا أخي و95% بس من الأحزاب بعد في 75% من الشعب السمعتراء ما صحيح أنه هن عندهم قوة أو قادرين يفعلوا أكتر من غيرهم مش صحيح صحيفة النهار تتحدث أنه كيف أنقذت الحكومة بوصفة ماء الوجوه يلي قال الرئيس سلام دستورية وميثاقية إذا بدنا نقول ولكن من عملك بالعدل والقضاء هل من العدل إنعقاد مجلس وزراء بغياب مكون بدنا نقول مكون أساسي مثل أي المكونات واتخذ قرارات في هذا العمل روح الشوح أنا قلت مبارحة ورجعت على النص الدستوري وإلى الاتفاق يلي تم ضمن مجلس وزراء النص الدستوري بيقول الحكومة بتاخد صلاحيات رئيس جمهورية الحكومة ككل مجلس الوزراء إذن بالدستور شي بيقول لإنعقاد مجلس وزراء يكفي يكفي أن يتوافر النصاب في أكتر من هيك النصاب الدستور وعنا سعاقش بغد نظر عن طوافهم أبدا إجا أبدا بس قال النصاب وليش لأنه حتى بالوزارة بالتأليف الوزارة أخذوا بعين الاعتبار ما خلوا يكون في أكتر من الثمينة لحتى ما يعطلوا نعم هلأ وصلنا لإلك شو صار بمجلس وزراء مجلس وزراء إجا رئيس مجلس وزراء من أول جلسة لغاية اليوم بيقول نحنا منطالب بانتخاب رئيس صح من أول جلسة نظر وقال لهم أنا لبيان ولا تبيان حسنيتي بتمنى أنه كل القرارات يلي بناخدها تكون بالتوافق يعني احتراما لروح الدستور ولنص نص المنصوص عنه بالفقريين اللي بيقول أنه عايش مشترك شو بدك أكتر من هيك بالأول قال لهم كل شي بالتوافق لحتى يخلي في حسن نية موجودة بين كل الفرقات نعم إذن وقتا إجا حكي بالحسن النية وعدد التواقيع على كل قرار هذا بما خاص القرارات نعم ما بيخاص التئام مجلس وزراء بجرد ما يكون فيه نصاب بالقرارات بالقرارات طلبت من رئيس مجلس وزراء قلت له هالقرارات يلي تخزت لأسبوع الماضي بتمنى عليك تعرضها على كل الوزراء يمكن في وزراء عندهم مصلحة أنه يمروا هالقرار يمكن يمضو نعم ويمكن يتوافر العدد الكافي من التواقيع في هذه الحال بيكون المرسوم أو القرار ماشي وفيه تواقيع اللازمة والقرارات يلي ما فيها تواقيع كافية بتقدر تخليها على جنب لغاية ما يتغير الوضع راح تابع معك مع الوزيرة أليس شبطيني هذا الحوار بالحكومة أيضا وبموضوع الرئاسي بعد التوقف لهذا الاستراحة الأولى ابقوا معنا مشاهدينا نتابع معكم مشاهدين هذا الحوار مع الوزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني مع الوزيرة اليوم بالجمهورية الحكومة في الكومة لم علق أو لم طلق وكان فيه كلام وحضرتك بك تعطينا يعني فعلا صار هيك فيه اقتراح مبادرة قدمها اللواء عباس إبراهيم وحكي فيها مع الرئيس السلام أنه بوقف قرار التمديد عدم تخليط سبيل اللواء خير ولكن بالموافق على تمديد عدم تسريح قائد الجيش فيك تفسرين لنا كيف تركب يعني شو صار هلأ الوزير علي حسن خليل إجا قال تم التداول بهال اقتراح بهالاقتراح تم التداول فيه وعم متأكد لي اليوم أنه هالشي صار من إبل هال الاتصال صار من إبل بين اللواء عباس إبراهيم نعم والعماد عون اي يمكن التيار يلي هو ويفقه مبدأيا ها هلأ التيار مبارحة أنكر قال أنا نحنا ما صحيح أبدا كذب أنه صار تم التداول ونحنا وفقنا هي العين على العماد أخوة جاء أو على اللواء خير معها هي قصدي هدا قصدي هلأ هن شو بيفكروا إذا إذا صحح الكلام إذا صح أنه هال هال العرض أو هالاقتراح مضموط أنه هن بعينه الموظف أو المسؤول المسلم مقابل تنازل عن حقهم بتعيين قائد للجيش يعني هن بنظرهم هن لهم حق يعينه قائد بالجيش وال وال المسلمين لهم حق هن يعينه اللواء خير خلينا نعمل حكومة ها قصدي هو ها عم يردونا على الحكومة يلي كان عملها قبل سنة التسعة وطبنين يعني كان عنده وزراء مسيحيين فقط ولا حتى عين مدير عام كمين مدرق عامين مسيحيين فقط إذن إذا كان هالتجربة لوين وردت مع الوزيرة عن شو عم نحكي أنا مع احترامي أنا كنت معه بأيام الحرب كنت معه لأنه كان يمثل دولة لأيام بس بوقت الحاضر وشفت وكبرت ويض شعرنا شفنا لوين وصلنا مش معقول أنا ويفق على يعني أنا ما ممكن أنسى هالفترة ولا ممكن أنسى شو صار بالمناطق المسيحية قبل الإسلامية من أضرار شو لحق المنطقة من أضرار ضررت المناطق المسيحية من الحروب المسيحية المسيحية أكتر من من تضررة من حربة ضد المسلمين وضد سوريا في تكرار لها التجربة بأوجه مختلفة بالسياسة اليوم عم نقول في فاني ما يردونا لورا أنا وقت عمله خفت ما نرجع لـ 68 على الحلف السلسي خفت وحالة الحرب كانت هيك بلش نعم لكتير ناس بقلولي برحل وزير علي خليل حسن خليل حسن خليل قال لي ولا يمكن الشعب اللبناني يتعود وبيفهم هو بيفهم وأنا بفهم والناس العقلي بتفهم بس ساعة اللي بيجيشه بيجيشه شعب بيغاري إزو ما بيعود العقل ما بيعود العقل بيفكر نعم هل يمكن لمجلس وزراء يعود عن قرار اتخذه بناء لطلب فريق ليك بدي أقلك الاقتراح أنا بحبه كتير للي ويأخير لأنه جاري وبعرف إديشه إدمي وإديشه ما بيميز حدا عن التاني وإدمي لدرجة إنما يلي بيتمدد له تقدر بأي ساعة من كان تاخد قرار بتوقيف أو بوقف التمديد يعني هذا مش غلط لأنا إذا كان ضمن القانون ما حدا بيقدر يشيلني إنما هالشخص يلي يتمدد له بالجيش ما في شي يمنع ولو إجي قائد للجيش إذا كان تمدد له وعدم تسريحه لا عدم تسريح عدم تسريح ما عمله التمديد عدم تسريح تأجيل تسريحه وأي ساعة من كان تقدر توقف التأجيل لأنه بس يجي رئيس جمهورية إله حق يجي يشيل قائد الجيش ويشيل كمان المسؤول إذن هالشي بيقدر يصير مش إنه غلط نعم بس إذا كان عم يقولوا هدول حقوق المسيحيين نحن منقرر عنكن يا مسلمين وإنتوا بتقرروا عنا بخصوص المراكز المسيحية يهو عملة يا أم عملة مصالحة أو تسوية تسوية ونحن التسوية شفت لوين وصلتنا بهالبلد نعم إذا كان موضوع التعينات الأمنية والتمديد لقائد الجيش هو اللي فجر إذا بدنا نقول هذه القضية فعلا هو السبب الحقيقي اليوم لما يقوم بها الطيار الوطني الحر لأنه بالحوار طيارنا الحوار واليوم الحكومة يعني بتشوف فيه قرار متخذ بهالأمر ليك بصراحة قلت و بكررة هيدا دليل فشل يلي ما بيعرفوا للوزير جبران بسفيل أنا صر لي سنتين ونص متبعته فيش شخصي مع الوزيرة أنت ويا خليك أبدا والله أبدا لأنه هيك يصور الأمر يعني والله العظيم أبدا حطه بقبالي بقله من كل قلبي بمحبي يا عمي انت غلطان وعدة مرات جبهنا داخل المجلس نعم الوزير جبران بسفيل شو ما عمل نحن انتصرنا نحن انتصرنا فيه انتصار عنده فيه حرب إمتي بتحكي بالانتصار بتحكي بالانتصار سأتلي فيه حرب متل كأنه حياته حرب دائمة ما فيه عنده عمل جماعي هذا طموح هذا في بعيد يعني للوصول للأبدا هو نحن انتصرنا بكل شي بيقول نحن منمثل نحن يعني بدو يجيك من فوق وحرب عم يعمل حرب عليك متل كأنه عم يحارب وبكل شي بانتي قديته ما بيشوف شو عنده هو ما بيشوف شو عنده بيشوف الغبرة بوجه الغبرة بوجه غيره زكي وشغيل وزكي كتير ما بيقدر أقول لا بس هيدا شي منه مقبول انه الله يساعده لأله لانه عايش حرب دائمة ما بعرف كيف أعصابه بالبيت عايش حرب دائمة وعم يعايش الناس حرب دائمة معه مع الوزيرة حزب الله يقول وحتى بعد تعليق الحوار من قبل الرئيس بري ترك مجال للتشاور والمشاورات والكلام اليوم انه حتى بسعفة المستقبل وفي فرصة للتشاور والاتصالات خلال عيد الأطحى المبارك ان شاء الله ولكن هذا التضامن حكيت حضرتك عنه مع طيال وطن حر من قبل حزب الله ولكن حزب الله يؤكد على استمرار الحكومة وحاجة وبائية مما الذي يجري انتهت مسببات وجودها الحكومة يعني حان الوقت انه مثل ما بقوله خلصت مدتها خلصت مدتها من سنتين وكذا شهر من وقت ما كان لازم يطلع رئيس جمهورية خلصتت مدتنا خلصت ولكن بس هلأ ضرورة تبقى مثل ما عم يقول الرئيس بري ومثل ما عم يقول حزب الله مصرين ويقولوا انه هالمؤسسة ما لازم تسقط نحن من هالرأي ونحن من هالرأي نحن الكتلة تبعنا بالوزارة ثلاث وزراء نحن من هالرأي وبفتكر في كتير وزراء معنا كمان من هالرأي انه ما بيصير تسقط الحكومة بنت دار المشاورة لايك في شي بي وام اذا كان صعب عليهم يطعموا ليدهم او يفوتوهم عن المدرسة دقولوا نحن ما قادرين خلص خدوا ليدنا مبنيهم نحن كلفونا واخدنا هالمسئولية تصريف و اتخاذ قرارات بتهم شأن الشعب اللبناني او المواطن اللبناني نحن تحملنا هالمسئولية انا ما بقدر من يوم لتاني قول مني قادرة بقى ان بدي قدم استقالتي هيدا مش هيدا هيدا فشل بكل معنى الكلمة تخلي عن مسئولية تخلي عن مسئولية يعني في في غلط بيكون عم يقوم فيه الوزير يوم اللبن بديوا يعمل هالشي لانه انا ما بيحق لي بهيك ظرف اترك مركزي انا اذا كان مني مأمن حدا محلي ما ممكن ما الي حق لحتى اترك ولها السبب من اول نهار الوزير اشرف ريفي قدم استقالت واتصلت فيه وقلت له رجع عن استقالتك وزارتنا مش وزارة طبيعية بيوجود رئيس جمهورية بيوجود مجلس ويب يجي يعطيك ثقة او ما يعطيك ثقة نحنا عم مجبورين نكون لغاية نبقى لغاية ما ينتخب رئيس جمهورية مع الوزيرة بس حفة الشرق اليوم العنوان المشنوق هيدا الحكومة مأزومة فليكن نهج للاستعام هل المواجهة مع طير وطن الحر لا 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 لماذا لا يناقش ما بتناقشه طير وطن الحر مرفوع شعرات الميثاقية مزبوط مزبوط حقوق المسيحيين وبالتالي شو فو ش بدهم شو بدهم شي والحق شي تاني مش ولد صغير اسكين قالك بدي انا روح على نايت كلاب لغاية الساعة والليل والساعة اربعة وهو عمره عشر احداشر سنة انا معني تقله حق هيدا طلبات هيدول طلبات صبيانية اوقات وين الميثاقية علق حوار مجلس النواب فقط لانه ما فسروا له الميثاقية الحوار منه موقوف على الميثاقية الميثاقية هي بترجع للأوينين ولده ستير بوجهة مزاريه هي في المؤسسات الكبرى ومحترمة انتخاب الرئيس بينتخب من قبل ينتخب من قبل مجلس نواب بكامله ينتخب مش يعين اثنين رئيسة مجلس النواب كمان بينتخبوه النواب بكامل أعضاء المجلس ومجلس وزراء كمان يعمل مشاورات رئيس الجمهورية مع النواب هيدول الميثاقية هيدول الدستور اذا حقوق المسيحيين ما في حدا بيقدر ينكر انه نحن كمان في غلط من قبلنا نحن في غلط من قبلنا هدي كل مرة عملوا قصة طويلة عريدة كرميل موظف فقه تالت بالوزارة المليئين مظهور هيشوا الناس انه حقوق المسيحيين وين حقوق المسيحيين بموظف فقه تالت بالدولة نحن ووظف الفقه الاولى فقه اولى على راس الاول يعني رئيس الجمهورية على راسي بس نحن في تراخي من قبل المسيحيين لا بنعرف وجباتنا على المضبوط بدنا حقوقنا بدون ما نعمل وجباتنا انا بيتقدم بينفتح مجال لمباراة ليش بدي لقي ملايين وبدي لقي مية الالوف من الاخوين المسلمين عم يقدموا طلبات وهدوليك لا انا ما برضى اعمل رتيب عادي ولا بقدر برضى اعمل دركي عادي انا بدي اعمل ريس بدي اعمل زابط بيطالبوا بيالغاء المباراة ليفوتوا جدي لحتى يتوازن العدد غير يتوازن ما بيرضوا بمركز لا يعملوا ريس بدون زباط بدون ريس بدون ما بعرف ايه هاي دي عم يفتشوا على السلطة بدك مثلك مثل غيرك انت مواطن لبناني وقلت من يومين انا وضاهرة من منزل الرئيس سليمان قلت لهم بدل ما يعلمون الصلاة بالمدارس كل مدرسة بتعلمون صلاة للولاد قبل ما يفوتوا على المدرسة مجبورين من قبل وزارة التربية يجبرون كل يوم يغنوا ينشدوا النشيد الوطني التهى لما علي الوزير نشيد الوطني نشيد الوطني حاج نحكي مسيحي هي تربية هلا انا بعرف شو دينك انا وقعدي عملة تفاهم انا وياك بيسوى تكون ماروني ومثلي مثلك وبيسوى تكون سني بيسوى تكون شيعي بيسوى تكون من اي طائف اخرى بتطلع فيك من هون وطالع مش عم بتطلع لا فيشو بقلبك ولا ايمانك بيربك كل الاديان بتوصل الى اله واحد نعم كثير حلول عبت قليل مع الوزيرة لكن الواقع بالداخل اللبناني حقوق المسيحيين تاربيين وين مهدورة مع الوزيرة عبت طالب فيها مع الوزير جبران باسيل ليش يعني لماذا الجنرال عونو بحقله يعمل رئيس جمهورية هو عم يقول لماذا لانه الانتخاب خلي ينزل على المجلس ويجرب شانسه يمكن باول دورة ما يطلع بس يمكن بتاني دورة يطلع يمكن بتاني دورة يطلع خلي ينزل على المجلس طيب التعطيل لما الفريق حزب الله واتير اللي عوني بقولوا المستقبل يعبع التطيل وهون منقول لا انتوا عم التعطيلوا انكم ما عم تنزلوا المستقبل عم يجوه يفرضوا عليه فرض تفضل مضم معنا وعم يعملوا تسوية يقولوا له نحنا منجيب الرئيس حريري رئيس مجلس وزراء وعم يعملوا هالمفوضات على أساس تسوية مش على أساس انتخاب نحنا مع انتخاب انا عم قلوا نزال على المجلس بالتاني دورة بتطلع طيب يعني برأيك ممكن نوصل من دون تسوية لانه الذاهبين الى مواجهة اذا ما صار تسوية بالداخل اللبناني معروفة هدي كل عمرة في قصة بتقول ال ما بعرف مين المصري كبر نيتو بالجو وقال لك ما عم نقول لنشوشو بجد في اختلال مع الوزيرة بالتوازن الوطني يلي عم بقول حزب الله بارح الكتلة اعادة التوازن والشراك الحقيقية والالتزام بالدستور كتير من مين هوا الكلمات ايه 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 وين هو الخلل انا عم قللك ايه عم قللك هلا هنه ما عم ينتبه انه الخلل والمطالب كتير اوقات رئيس مجلس وزراء ما بيرد على طلبات فريق المستقبل ايه ونفس الشي ايه اوقات ما بيرد على طلبات التيار الوطني الحر بيعتبر التيار انه لا ما عم يرد عليه معناتها عنده مستهدفه مستهدفه ما انزل عالشارع يعني ما توخذني النائب نعم طلع أبي ناصر هيدا حكي سياسي هو حكي سياسي لشعب كله حكي للشعب كله متأملين اذا صار في انتخابات هيك بيحجدوا بيحجدوا الشعب نزول للشارع ما بيقدي وظيفة ما شو هالحكي هيدا شو هالحكي لوين بدون يوصلونا في شارع تاني بينزال لوين بدون يوصلونا وضعنا ببكي وضعنا ببكي بدل ما يشتغلوا لأعمار البلد قاعدين عم يشتغلوا لي ليقافة ولتعليق العمل كل مننا عم نرجع لورا أنا وقت واتطلع شو فيه بهالبلد لازم يتعمر البلد بدك قوانين غير القوانين سبقونا كل دول العالم دول أفريقيا ودول الدنيا عملوا قوانين بتواكب مع الحاضر إلا نحن في طرح بمؤتمر تأسيسي بموضوع الدستور عادة نظر مش أنه قلب النظام من أساسه والكيان ومبارح النائب طلال أرسلان حك صار نحن بحاجة لتعديل ما سموه مؤتمر تأسيسي يعني نحن لدينا دستور شو بيمنع تدرس الدستور وتشوف شو فيه ثغرات وهيدا اللي عم يعملوا رئيس جمهورية السابق ميشيل سليمان وعمل لجنة طويلة عريضة وعم يحضر لمؤتمر بـ 27 تشرين التاني ويعرض كل ثغرات الدستورية يلي هو اللقاء جمهورية هيدا هدفه تطبيق تطبيق الطائف وتطبيق الدستور وإذن كان فيه من ثغرات منطورة ومنطورة بدون ما نعمل ثورة بدون ما نعمل تخريب ما أنا عم يقول لك وصلونا لنفسيا لحالة حرب بدل ما يحضرونا للحوار ولأعمار البلد لابد من الحوار بتشوفي رح يرجع الحوار أكيد أكيد ما في شي بيمشي بلا حوار ما في شي يعني بكل بلدين العالم رؤساء جمهورية عندهم مستشارين عندهم وزراء عندهم بكل بلدين العالم مش بس بالبلدين المتأخرة ما في واحد بيقول أنا بدي أعمل من راسي الشي لحوة عاملين كشف صار كل شي مكشوف للبشر أكيد نعم طلعك رح أنتابع معك مع الوزيرة القسم الأخير وما تبقى لدينا من وقت في هذا الحوار ابقوا معنا مشاهدينا نتابع معكم مشاهدينا القسم الأخير من كلام بيروت مع معالي وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني ممكن نوصل لقانون انتخاب ونعمل انتخابات نيابية مع الوزيرة الرئيس بري اليوم بيقول أنه حاصلة الانتخابات وما في تمديد وبدنا نعملها حتى لو على قانون 30 مش حتى قانون 60 يعني مجرد ما قال لك هيك عم يقل لك ادي في صعوبة للاتفاق على قانون جديد وبس يطلع ما في قانون قديم ولو عملت انتخابات بدهم يرجعوا يالي زيت المعزوفة يقولوا لك ما في شرعية هيدا القانون بدنا قانون بدنا قانون ما قدرين نتفع على قانون طيب إذا كان بعطلوا الحوار بقلب مجلس النواب كيف بدك يتفقوا على على قانون كيف عكل حال أنا من كل قلبي بقل لك أتمنى أتمنى انتخاب رئيس كخطوة أولى شو ممكن ومين ما إجا أهلا وسهلا مين ما إجا لو إجا جبران بسيل بقل لك أهلا وسهلا بس بدنا رئيس وبعد لا تحكت لا تحكت إنه بحق له يكون رئيس ايه أكيد هو يمكن ثانين سنين وما حدا بيعلم هل أكتار الناطين الرئاسي مزبوط أنا بنظري ضروري انتخاب رئيس انتخاب انتخاب وإذا كان فيه انتخاب كل الأمور بتثبت من ناحية إذا كان صار فيه لحتى أي قانون انتخاب أو أي قانون مفروض ينعطى لرئيس جمهورية خصوصاً هذا قانون مفصلي يعني شيء مفروض ينعطى لرئيس جمهورية حق الرد حق الرد حق إذا كان لقى أنه فيه أي اختلال اللي حق يرده قادرين بالداخل وباختصار نعمل هذا الموضوع منتظار سوريا واليمن والإراء والسعودي يا عمي خليهم يشلحوا هالتوب وترامب أو كلينتون خليهم يشلحوا هالتوب الغريب بيظل جلدهم لبناني لازم يعملوا هاي هالتوب الغريب عم يتحلوا فيك الواحد لازم يشلحوه بقى وارتباطاتهم الارتباطات يمكن ملزقة بتيابهم بتمنى ما تكون ملزقة بجلدهم هذا كل شيء لأنه الارتباط مع الخارج حالنا نتعلم أنه ما في دولة إلا ما بتفتش على مصالحها فقط قبل كل شيء قد ما حبونا مش هحنون يحبونا على مصلحتهم نعم ما ممكن ما ممكن لكي عم يخيوا خيوا عم يختلفوا لحتى تقل لي دولة ودولة تانية ما تختلف خيوا خيوا عم يختلفوا إذن مفروض اللبناني يفكر بمصلحة هالوطن هيدا يلي لولادنا عنا مشاكل كتير كبيرة وأكبر من بلدنا لفيات عطل على الأرض لك يا عمي الوجود السوري واللاجئين هيدا عم يحبقنا عبق ما ممكن دولة عادية تحمله كيف بالأحرى دولة ضعيفة مثل هالدولة يلي نحن عايشين فيها شو هالحكي هيدا يعني وجودهم عم يرجع لنا المستوى لورا بدل ما يكون سبب لتحسين أوضاع الوضع الاقتصادي لأنه عم يقولوا أنه بدون يجيبوا أموال لحد هلأ ما شايفين غير أضرار لاحق بالبلد نعم من بنى تحتية من اقتصاد من ناحية اقتصاد من ناحية المعيشة المعيشة كلها أنه ما ممكن يعني يوعوا لهالأخطار الداهمة ويوعوا شو لازم يعملوا لهالبشر ولهالمواطن ما يحكولوا بالمبادئ العليا من حقوق ومسيقية وعم يحمسوهم بغرائزهم مش بعقلهم نفكروا فيه وقت الانتخابات برافو عليك وقت بحاجة لالك أو لما ينزل على الشارع شكرا لألك معالي الوزير قليل شبطيني على وجودك أنا بدي أشكرك وأشكر التلفزيون وستقبل واستقبالك وإن شاء الله نكون ما أزعجنا الناس بالعكس شكرا جزيلا لوجودك تحيي لشبايد ولشمال ولكل المناطق إلى اللقاء مشاهدينا شكرا جزيلا للمشاهدة شكرا جزيلا للمشاهدة